اشتركوا في القناة الاسرائيلية في سياق التمرين البغيبية الامريكية لتدبير الكوارد ماروك مانتليت 2022 المنظم بوحدة الانقاذ والإغاثة التابعة للهندسة العسكرية والقاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة وتتميز طائرات واندر بقدراتها على العمل في أي مكان دون الحاجة إلى المدرج ويمكنها الإقلاع والهبوط عمودينا كما تتميز أيضا بانخفاض مستوى الضجيج لأنها تستخدم محركات كهربائية ويمكن لهذه الطائرات تعمل لمدة تصل إلى ساعتين ونصف وتقطع مسافة تصل إلى خمسين كيلو مترا مع أقصى وزن الإقلاع يبلغ 13 كيلو جراما موضحا أن خمسة كيلو جرامات من وزنها يعود للبطاريات التي تزودها بالطاقة وكيلو ونصف وزن الكاميرات ويبلغ طول جناحيها ثلاثة أمطار ويبلغ طولها ما يقرب من متر واحد ويمكنها أن تعمل حتى في ظل السرعة رياح تتراوح من 32 إلى 65 عقدة أما طائرة تاندر فهي طائرة بدون طيار أكثر اكتمالا حيث تستطيع طيارا لمدة إلى أكثر من 12 ساعة ومدى يصل إلى 150 كيلو مترا ويبلغ وزن إقلاعها الأقصى 35 كيلو جراما ويمكن أن تعمل في ظروف مناخية معاكسة طائرات الدرون الحديثة هي إنتاج شركة إسرائيلية وقامة الرباطة باستغلال تغروها العسكرية مع تل أبيب لعقد صفقة شراء 150 طائر الدرون على هذا ارتراز ويقوم المغرب حاليا أيضا بتقييم شراء المزيد من أنواع الطائرات بدون طيار الإسرائيلية الصنعة حيث كشفت تقارير إعلامية متخصصة أنه سيتم تنفيذ جزء من إنتاج هذه الطائرات بدون طيار في المغرب سواء الخاصة بطائرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وكذلك الطائرات المسلحة نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء